مسألة لا يمكن يخلو منها اي امتحان ممكن تيجي كبيرة زي اللي انا هحلها لكم دلوقتي ممكن تبقى على اصغر شوية بدل ما انا مديلك فيها اربع مجاهيل يبقوا تلاتة بس مفيش مانع يبقوا اتنين مجهولين لكن لازم يجي في الامتحان لشكل ده انا مديلك اكبر حاجة فيها لكن انا متأكد انها لازم هتيجي في الامتحان سواء بالمنظر ده او اصغر شوية الناس انا بتقول اذا كانت الصاد بتساوي الف سين تكعيد زائد بيه سين تربيع زائد جيم سين زائد دال حلو ما اتخدش انا بقى اعيز الالف بيكام والبيه بيكام والجيم بيكام والدال بيكام امت بقى اديني حاجات اشتغل بيها اذا اعلم ان اولا المنحنى يعني يحقق الشروط الاتية اولا يمر بنقطة الاصل ثانيا له مماس افقي عند سين بواحد ثالثا النقطة الفلانية ثلاثة فاصلة نقص تسعة نقطة انقلاب الله وبدو واحد يقول لي بقى ايه اللي جاب نقطة الانقلاب لنقطة الاصلع ده كله تفاضل ما جبت لكش حاجة يا ميكانيكا في التفاضل ولونه ممكن يحصل وشوفنا مسألة عبل كده عليه انما يعني هي نقطة الانقلاب دي تفرع عن النقطة الحرجة ايه علاقة النقطة بتاعة الانقلاب بالنقطة الحرجة بمناطق التزايد والتناقص بتاع منحنة ده بفترات التحدي لأسفل والتحدي لأعلى وكلها مواضع اسئلة في اي امتحان ده انا لا شوف الامتحان على الاقل تلت اسئلة تلت مساء على الفيلم ده منهم المسألة دي؟ مسألة اخرى بتقفزت ايه الاول يقول لك ايه ابحث فترات التزايد والتناقص والنقطة الحرجة ساعات بقى الدل عادية او معرفة بقعدتين اهو الامتحان معاية هو مسألة تحت في احد الاسئلة الاختيارية ساعات بيدخل فيها تكامل يبقى التفاضل على تكامل مع بعض بيخش فيها برضو بنقطة الانقلاب بنقطة الحرجة لكن بفرعة كده قبل محل هي النقطة الحرجة هي النقطة اللي عندها المشتقة الاولى بصفر او مش موجودة طبعا او مش موجودة اللي معظم الطلب عارفينه ان نقطة الحرجة دي هي نقطة عندها المشتقة الاولى بصفر على راسي بس كمان لازم نعرف احتياطي ان نقطة الحرجة دي هي نقطة ممكن يكون عندها المشتقة الاولى اساسا غير معرفة ازاي اقولك ازاي ده اللي فيها دورين ده اللي معرفة بقعدتين طبعا المشتقة اليومنا عند سين بواحد غير المشتقة اليسرى عند برضه السين بواحد اذا عند النقطة اللي احداثيها السين بواحد يعني عند النقطة واحد وصورتها حرجة رغم ان المشتقة الاولى مش بصف نبقاش انا حافظ مش فاهم بقى يلا النقطة الحرجة نقطة عندها المشتقة الاولى بصف والسلام لا اذا النقطة الحالي قبل ما كمل هي ان نقطة عندها المشتقة ديقولها بصفر او نقطة عندها المشتقة ديقولها مش موجودة يعني بالمناسبة السعيدة دي برضو لو دل فيها بسطو مقام مش دورين بقى معرفة بقعدتين والمقام بتاعها سين مقس واحد اي ان هذه الدل مش معرفة عند سين بواحد ومدام ات مش معرفة عند سين بواحد تبقى مش متصلة عند سين بواحد ومدام مش متصلة مع هاش الاعدادية تبقى غير قابلة للاشتقاق برضو عند سينب واحد ومدام مش قابلا لل شقاق عند سينب واحدها يبقى نقطة واحد وسوريتها أنقطة حارجة. يا نش CEO نقطة حارجة. اش عرف حضرتك لأن النقطة الحارجة هي النقطة اللي لديها المشتقة لأن мышتقة لا مش موجود. هرجع لمساءتي خطيرة. بس الأول. عرفت يعني نقطة حارجة مفيش سبيل آخر. استفيد بالنقطة الحارجة اه. عن طريقي نقطة الحارجة او بالكلام أبقي شوية. عن طريقي الاحداث السيني. مش نقطة كله. الاحداث السيني للنقطة الحرجة بحطه على خط اعداد بمسخل الدالة دالة شرطة سين. ابحث فترات التزايد والتناقص لمنحنة دالة دالة سين. عن طريق بحس اشارة دالة شرطة سين. يعني ابحث اشارة المشتقة الاولى. المشتقة الاولى هي تبقى تزايد. المشتقة الاولى سالدة تبقى منطقة تناقص. تزايد يلي تناقص يبقى النقطة حرجة. عندها قيمة عظمى محلية. لكن انت ناقص يلي تزايد بابردو. نقطة حرجة بس عندها قيمة صغرى ومحلية. تفرق العظمى المحلية والصغرى المحلية عن العظمى والصغرى المطلقة طبعا. لانه في المطلقة بيقولي في الفترة الفلانية. هتيجي عليها مسائل طبع. يقولك في الفترة من واحد لخمسة عايز العظمى المطلقة. فانت بتشتغل مسائلتك عادي. عظمى محلية وصغرى محلية ونقطة الحرجة كزا. وجيب صورة اول عنصر في الفترة. وصورة اخر عنصر في الفترة. اعلى صورة في الهيسة كلها اسمها العظمى المطلقة. اقل صورة عدديا. يعني ممكن عظمى محلية ومع ذلك صغرى مطلقة. لان ده اقل لقم طلب. وما تستغربش. اضحالك في مسألة بعد شوية بس مؤقتا. تممكن يكون عندك الملحنة متصاعد كده. ده لتزايدية ثم نزل. يعني تزايدية ثم تناقصية. عملة فوق كده نقطة. اسمها نقطة حرجة. عندها قيمة عظمى محلية في المنطقة بتاعتها. رغم انها عظمى محلية الا انه ممكن قيمة الصد بتاعتها تكون باتنين. في حين انه منطقة تناقصية ثم تزايدية يعني نقطة حرجة عندها قيمة صغرى محلية. رغم انها صغرى محلية. الا انه قيمة الصد بتاعتها باتناشر. عظمى محلية الصد بتاعتها باتنين. وصغرى محلية صد بتاعتها باتناشر اه. فما ليش علاقة بقيمة الرقم موضوع العظمى المحلية وصغرية. إنما العظمى المطلقة بدأ أعلى قيمة عدديا في صغر القطلة. العظمى والصغرى والبداية والنهاية للفترة المعطاة. آخر حاجة. بحثنا عن طريق شورة در شرطة سين فترات التزايد وفترات التناقص. وكنا قبلها جايبيني النقطة الحارجة. منين نجيب نقطة الانقلاب ونبحث فترات التحدد لأسفل واللي يعلم. نقطة الانقلاب معروفة هي النقطة اللي عندها المشتقة التانية بصفر. فأنا جيب لي در شرطة تنسين مشتقة التانية. أصفارها اطلعها السين اصورها اجيب صورة. فعرفت النقطة اللي هي محتمل بنسبة تسعين في المئة كل نقطة انقلاب مش مئة في المئة. ايه ده? بس احنا قالونا انه نقطة الانقلاب هي النقطة اللي عندها المشتقة التانية بصفر. ما انا قلت نفس الكلام. النقطة اللي عندها المشتقة التانية بصفر هي نقطة انقلاب اذا ما توفر الشرط. نعم. اه. يعني مش كل النقط اللي عندها المشتقة التانية بصفرة تبقى نقطة انقلاق كده وخلاص. عارف ليه? بس هي مش معاي في المسألة دي دلوقتي بس هقولك بجابة ربها. افرد الدل شرطتين نفسها طلعت سين تربيع كلام خطير. دل شرطتين سين وطلعت سين تربيع زائد عشرة سين زائد خمسة وعشرين. سين تربيع زائد عشرة سين زائد خمسة وعشرين. جيت صفرتها سين في سين وخمسة في خمسة وموجة بموجة تطلع لقمتين. سين بنقس خمسة وسين بنقس خمسة. اجيحу الطرم على خط اعداء بيمثل دل شرطتين سين, هلاقيه الناقس خمسة دي موجودة عليمنها زي على شمالها. عليمنها معضم وعلى شمالها معضم. تحدوب لا اسفل وتحدوب لا اسفل. يبقى وغم ان النقطة عندها المشتقة التانية بصفر لا انها مش نقطة انقلاب. بس. اсят نقطة انقلاب هي المقطة اللي بيكون عندها المشتقة التانية بصفر ب شرط يكون قبلها تحدوب لا اسفل وبعدها تحدوب لا اعلى او العكس. انما انا اديتك مسال يبقى اجربه بعد ما خلص المسألة المهمة الخطيرة ومسألة الامتحان الامعاية هتكتشف ان مش كل النقط اللي عندها المشتقة تانية بصفر يتبقى نقطة انقلاب. المهمة. مسألة بتقوم صدس والف سين تقعب زي البي سين تربية زي ما قلنا زي البي سين زي البي وعايز الحركات الالف والبي وجيم والدال ايزا اولا. المنحنة كان بيمر بنقطة الاصل. يعني ايه بيمر بنقطة يعني ما التحقق. يعني ما تحقق؟ شير الصد وحط صف! شير الصد وحط صف! قب بقيمة الضا. خلص في النبع. لو مماز افقي عند سين واحد.בעن يعني ما لم هو مماز هطفك اي وضء صف. يعني النماز عند النقطة الاحداثية السيني بيغيوزه واحد بيوازي محور السينات. افقي يعني بيوازي محور السنات ولما النماز بيوازي محور 생각이 ا 여기까지. ولما المماز بيوازي محور السينات مشيبقى ميل وزاء صف انا عارف ان في ب palm 딱 ناس حافظه وقولك الميل بصفر. بس ليه الميل بصفر؟ علشان هزا المستقيم بيوازي محور السينات. فعمل زي صفر مع محور السينات يبقى ميلو زي صفر يعني كم يعني صفر؟ الخلاصة. يمر بمقطة العصلي باخد الصفر وصفر اهرب بيها كده الدال خلاص طلعت. وهما ناس افقي عند سيم بواحدة المشتقة الاولى بصفر لما السيم بواحد. اشتقها اجيب سات شرطة احط فيها السيم بواحد هساوي قصات شرطة بالصفر. سالسا حكتين. النقطة ثلاثة ومائس تسعة نقطة انقلاب. ليه حكتين بقى? اولا النقطة ثلاثة ومائس تسعة دي تقع على المنحنة. ومدام تقع على المنحنة فهي تحقيق معدلت في اونة واحد. مما اتنين هزي النقطة نقطة انقلاب. يعني ايه انقلاب? يعني المشتقة التانية عندها بصفر. بس صحبها كنت بتشرح من شوها قلت مش شرط. لأ. انا قلت انا اعمل التست. اجيب النقطة اختبرها. اشوف ظروفها ايه? قبلها تحده بالاسفل اهلا وسهلا. بعدها تحده بالاعلى خير وبركة. وانا بعمل الاختبار ده. لقيت اللي قبلها زي اللي بعدها. زي المسال انا قتلك عليه من شوية شافوي. تبقى النقطة دي خدعة. مشتقة تانية بصفر اه بس خدعة. ما هيش نقطة انقلاب. ان انا في المعطيات المرادة بيقول لي النقطة دي بالفعل نقطة انقلاب. ما فقاش فاتح دي. هي بالفعل نقطة انقلاب. يبقى الحل ساعة. اربع حاجات. صفر وصفر وتحقف. تلاتة او معز تسعة نقطة تحقف. المشتقة الاولى عند السين بواحد بتسوي صف. والمشتقة التانية عند السين بتلاتة بتسوي صف. خلصت. كده طلعت الاربع مجيل. تعالا نجرب بقى عمل. المنحنة يا موري بنقطة الاصلة صفر وصفر. زي ما اتفاقنا هشيل كل سين تقبلني اكتب مكانها صف. وكل صد حط المكانها صف. كده خلصت. طلعت الدالب صفر بالسلامة. فاضل عندي الالف والجير والجير. مفيش دال. طب قال لي المماس افقي. يعني جوازي محر السينات عند النقطة التي احداسيها. السين بواحد. يعني ميل المماس بيثال صف لما قيمة السين بتسوي واحد. طب انا اجيب له منين ميل المماس. اشتق. مش دي صد. اشتقها تبقى صد جردها. ثلاثة الف سين تربيع زائد اتنين. بيございます. بيصف لما السين بواحد.وجرد. يبدأ لصد دل ا Freedomさん بالسين تربيع زائد اتنين بيصين زائد جين بصفر هو انتى? لما السين بواحد. يبنى ثلاثة واحد اللي هي تلاثة هالف زائد اتنين بيزا تن بين بيزادي انا بصفر جميل في عاجة تانية لا ده في تانية وتالتا النقطة تلاثة فاصلة مقص تسعة مよし تق THAT على المنحنة تحقق معدلته الثانية من المش GPA تانية بسفك. الله الحمد بقى انا عندي مشتقة اولى. هاخدها مشتقة اولى. هاخدها هاشتاقها مرة تانية. ابقى جبت المشتقة التانية. حل. تعنا استفيد بنى النقطة دي نقطة وقع المنحنة. سونا استفيد بنى نقطة انقلاب. انا بدأت بنقطة الانقلاب. فلازم اجيبه سات شرطتين بصف. اذا اشتاق تاني كده التلاتة الف سين ترجية لما استقيتها بقى ستة الف سين ثم جنبها زائد اثنين بي. حلوة. دي كان بقى ستة الف سين زائد اثنين بي بصفر. امتى لما السين بتلاتة؟. شمت السين كتبت قيبتها بتلاتة يبقى 18 الف زائد اثنين بي بصفر ايه. اسم الحاجات دي على الاتنين يبقى 9 الف زائد بي بصفر. طلعت معادلة. حلوة. بس مش النهاية لان لسه عايز الالف وعايز البي وكمان عايز البي. مش بطالة. بس لسه عندي نقطة 3 ونقطة 9 تقع على المنحن فهي تحقق معدته المنحن الأصلي مش اي بتاعها عابلها كده اي معدلة فيها سات شرطتين ولا سات شرطة لا معدلة الأصلية معدلة المنحن شيل بقى في معدلة المنحن السون حط ثلاثة وسط حط نقطة 9 يبقى نقطة 9 دي ساوي 27000 زي 9 بيه زائد 3 جي مدال اصلا كانت طلع بصف طلعت معدلة جديدة هاي 27000 زي 9 بيه زائد 3 جي مدال بصف كل جد كان بنقطة 9 الاقام دي كلها بتقبل اللي اس مع الثلاتة فصغرناها شوية تقعtober ثلاثة بيه زي 10 اي بقى عيب صغير اخوذ الصغير ممكن اكمل لانه عندي معدلة فيها الف هو به وجين وابلاعة معدلة فيها الف هو به وفي الاول بردو عندي معدلة فيها الف هو الروع وجين يعني ايه دى خليه اخوكعول يكمل الصغير يعني دي تلات معدلات في تلات مجاهل مش ممكن واحد في تلاتة سنوة هيغلط فيه هتتخلص من احد المجاهل التلاتة باخذ المعدتين واحد وتلاتة تتخلص من الجيم اللي في المعدلة الاولى مع الجيم اللي في المعدلة التالتة تتخلص منهم بالطرح يطلع لك معدلة فيها الف وبيه تاخدها تحلها مع المعدلة رقم اتنين هي كمان فيها الف وبيه معدتين انياتين فيما جولين يتحلوا او با اي طريقة اخرى المهم اتطلع احد المجهلية التلاتة وانس ان اتطلعت الالف تاخدها تنمية في اي معدلة فيها الف وبيه تطلعت البيه تاخدها تنمية في معدلة فيها فتحصل على قيمة الجيم بكدة تبع المسألة خلصت بس هوريك الإجابة المعدة اثنين نجد انه البيه بيسوي مع أسس عالف في بعض الناس بتحب تقولك ايه انا اجيب الالف بدلالة البيه او الجيم بدلالة الالف شغال مش هتفرق ولذلك اقولت لك اي حد ممكن يحل خلاص ثلاث معدلات في ثلاث مجهيد انا عملت ايه جبت البيه بيسوي مع أسس عالف هرميها في اي معدة من اللي فيها دي احط مكانها مع أسس عالف عورت في المعدة الاولى شلت البيه حطيت مع أسس عالف بقت المعدة فيها ألف و جيم بس فطلعت اللقبة جديدة فيها الجيم بتسوي 15 ألف سميت المعدة دي رقم اربعة استفيد بقى من المعدة نام لسا جئيبها سوخ نطازة دي دي رقم اربعة مع المعدة رقم اثنين وعود في المعدة ثلاثة كل ده اي كلام اي حد ممكن يعمله حل فالمهم اطلع المعدة الجديدة بعد التعييد في المعدة رقم ثلاثة اللي كان فيها ألف و بيه و جيم 9 ألف مقص 7 ألف زائد 15 ألف بسونا حتى نقص ثلاثة المسألة كلها فيها متغير واحد أو فيها ثابت واحد أو مجهور واحد اسمه الألف سهل احصل على قيمة هذا المجهور بمجرد معرفة الألف تلقى بواحد ارميها في معدم اللي فيها ألف و بيه وارميهم في معدم اللي فيها ألف و بيه و جيم زي ما اتفقنا فعود مرة في المعدة اثنين اطلع البيه وعود مرة في المعدة رقم اربعة اطلع الجيم في كل الأحوال وبأي طريقة هيتطلع لك الألف بواحد و البيه بنواقص 9 و الجيم بـ 15 مسألة التعان زي ما قلنا بنسبة 300% كمان مسألة من المسائل اللي بعض الناس بيشيكوا منها مسألة بتعتمد على تخيل الطالب زي ما اتفقنا قبل كده وعلى قدرته على ترجمة الكلام إلى رسمة وتحويل الرسمة إلى علاقات والوصول المطلوب واحدة واحدة أنا برضو متعود أن أنا أقرأ المسألة كده أخذ ودي معها وحبها فأعرف أتعامل معها مثلث قائم الزوج حلو وماده بقى إن شاء الله ويطرى دي مسألة معدلات زمنية ولا قيم عظمة صغرى ويقولك المساحة قيمة عظمة أنا مقولكش صراحات تنيني قيمة عظمة ويقولك المساحة أكبر ما يمكن زي ما سألني شفناها جات في الامتحان سنة 2002 اللي قال فيها إيه وجد أكبر مساحة لمستطيل يمكن رسمه داخل شبه منحرف أبعاد وكذا 2002 في امتحان سواء عامة عشان اللي بيسأل غريضة في ايدتها إيه ويفهد أنت عاملك قطعة أرض على شكل شبه منحرف أبعاد وكذا وعايز تطلع أكبر مساحة لمستطيل يمكن رسمه داخل هذه القطعة من الأرض مسألة بأرقامها مش فارت بالشبه كده المستطيل متاخد حجمه شكله كبير لا ليه بعدين سين وصاة طوله كام وعبده كام علشان ما نهضرش مسألة دي شبهها على ما أتصور بيقول لي يثبت أنه أكبر مساحة لسطح المستطيل يبقى زيها المساحة قيمة عظمة بالمناسبة بقى والله العظيم قيمة عظمة ولا قيمة صغرة وقرر كده قيمة عظمة محلية ولا قيمة صغرة محلية في الحال تين المشتقر بقلها بصفر الفارق ييه وانت كطالب بتحل بعد ما اتطلع الإجابة قل له قل له قل له ولكن ده الشرطتين للمساحة ده الاتنين نيم على ده السين تربية على سبيل المثال سالبة ومدام المشتقرة التانية سالبة تبقى المساحة قيمة عظمة لان لو كانت المساحة قيمة صغيرة تبقى المشتقة التانية مجابة قول لبس كده المهم يعني لو قال لي على المحيط اكبر ما يمكن استقامة دائرة قائمة حجمها اصغر ما يمكن ولا اكبر ما يمكن في الحالته سواء اكبر ما يمكن ولا اصغر ما يمكن هذا الشيء مشتقة رؤوله بصفر انما انت كطالب في الامتحان توضح له يعني تقول له بس بعد ما خلصت المسألة ولكن ده الشرطتين مجابة مدان ده الشرطتين مجابة يبقى ده الشرطة اللي انت كنت جايبها مسواب صفرة دي بتاعت المساحة او الحج قيمة صغرى عكس التصور العاد ده الشرطتين هي لسالبة يبقى انت كنت جايبه ده قيمة عظمة خلينا بقى في مسألتنا الخطيرة المهمة مسألت الامتحان بيقول لك مسلس ماله قائم الزاوية في جين فيه بهجين بعشرة سنتي لطيف والف جين بتلاتين سنتي حل رسي مدال هي لأ كده ده لازم ارسم ده المسلس اسمه ألف بهجين فيه زي الجين قايمة حل مبعدين الألف جين هو تلاتين سنتي والبهجين بعشرة سنتي زريح برضه رسي مدال هي يوازي بهجين ويقطع ألف به في ده رسي مدال هي يوازي بهجين اهو دال هي يوازي القاعدة ويقطع ألف جين في هي ويقطع ألف به في ده بعدين بسه بقده مش فاهمين عايز ايه ثم اسقط العمود دا الواو على بهجيم لقاهو في نقطة واو. اسقط العمود دا الواو جميل برضو اسقط العمود دا هو دا الواو على بهجيم قبله لقاهو قبل. لازم رغي كتير وخلص. المهم كل ده مش ساهم يعني كلام حلو بس مش ساهم اثبت هو ده بقى اثبت ان اكبر مساحة لسطح المستطيل دال واو جيم هي استنى ما نشوف دال مفيش غيره اصلا دال واو جيم هي هو المستطيل ده اثبت ان اكبر مساحة لسطح هذا المستطيل بكذا بخمسة وسبعين يا سيدين جبها لأو يعني اثبت ان اكبر مساحة هي كذا يعني المساحة قيمة عظمة والله قيمة عظمة محلية ولا حتى صغرى محلية وركز في كلامي عظمة ولا مش عظمة في الحالتين المشتقل قولها بصفر لانه عند القيام العظمة والصغرى المحلية يكون في نقط حارجة وعند هذه النقط الحارجة بتكون المشتقل اولى للدالة بصفر دالة اه دالة يعني علاقة يبقى انت كطالب محترف عايز علاقة المسألة دي حريقة اه عايز ايعلى يكون فيها سين وصلت اخليها كلها مية واحدة ياما كلها سين ياما كلها صال لما تبقى كلها سين اشتق بالنسبة السين اساوي المشتقى بصفل معرفة القيمة دي عظمى انت والله صغرى هنجرب مع بعض بس المرة الاخيرة اثبت انه اكبر مساحة لهذا المستطيل بخمسة وسبعين اشتخد دي اماني الحل بتاعها طب انا عشان اجيب مساحة هزا المستطيل اللي اسمه هيه دال واو جيم لازم يكون عندي اي علاق كفر الطول إسين وارده صغر الطول سين والعرض صغر اعمل العلاقة اقول سين على 10 بتسوي 30 واقع الصغر على 30 شكرن ايه 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 ؟ دولوقتي حاض نضرتك عايز ت sowie بالمساحة تكون قيمة عزمة فلابد المساحة تبقتل في عرض الطول بسين والعرض صغر عشان يبقى حصل ضرب ص ليس فصار قيمة OG اوзمة لابد المشتقى الاولى لحصل ضرب بسين فصار مشتقت الاولى تكون بصف وال wizene اجيل المشتقة الحاجة طول ما هي فيها سين وص ár. ينه ينتبقى كل نها سينة. اهل الوسائلة ينه ينتبقى كلها ص ár. عشان اسع她 عارف اتعامل. اعرف اشتقي. وعشان كلاừa سين اقول لها.. كلام بيجيب بعد. عشان تبقي كل لها سين او كلها ص ár لازم يكون في علاقة بين سين وص ár. فين العلاقة انا اقلتهاي لك ايه? ده سين وده سات من التشابه. سين على عشرة بيستوي الحتة دي. طب الحتة دي حدارك بالجبن من Vacاني. اذا كان اللي تحت ده صاد يبقى اخوه صاد ده كله تلاتين يبقى الحتة اللي فوق تلاتين مأس صاد شكرا يعني سين على عشرة بيسوي تلاتين مأس صاد على تلاتين مش انت اوقف معك على علاقة ودين يجبت لك العلاقة والله بقى في عشرين ثانية نحل فرقت ان التون سين والعبد صاد والمساحة سين في صاد ما قدرش اشتقها الى لما خليها مية واحدة يكون لها سينية يكون لها صاد مش هيدي المسال الصعبة طب اجيب علاقة مين؟ كل المسائل اللي امتحان سبحان الله دور اول ودور تاني من سنة خمسة وتسعين لألفين واثناشر هي رسمة وعايز اطلع علاقة صحيح كل سنة بيجي رسمة مختلفة وكل سنة في مسألة مختلفة بس الحل هو هو لو واحد محترف يقدر يدرك خلاص انا خلصته يقدر يدرك ان يهي حالة واحد عايز اعمل علاقة والعلاقة تبقى في متغير واحد عشان اعرف اشتاق بالنسبة لهذا المتغير وساوي المشتاق اصف وخلاصه وبحافظ قانون المساحة حجم محيط استوانة مكعب متوازي مستطيلات متوازي اضلاع مسلس مستطيل بس المهم المساحة يا سيدي سين فصاة ما اقدرش اشتاقها بقى متسرق طب اجيب العلاقة منين اهي سين على عشرة بثلاثين ما استاد على ثلاثين هي دي كلمة السر في الموضوع كله ساعات بتيجي من التشابه ساعات من التطابخ ساعات من فساغورس زي ما اتفقنا او من ايقليدس ايا كان اخر مرة انا بنبص في رسمة كده اهي بص سين على عشرة بيسوي تلاثين ما استاد على تلاثين كلها من تشابه المسلس الف هي دال مع المسلس الف جين بيه ليه متشابهين مش هارد عليه لان هما متشابهين بكل شروط التشابه اللي في الدنيا المهم تلاث زوايا في الاول قدي تلاث زوايا في التالي طب هعمل ليه بقى هزي العلاقة شكل احراك مبسوط اوي بالعلاقة طبعا ليه بقى لان اختصر عشرة مع تلاتين لا تفضل تلاتة طبعي الصين بيكي سواي 30 وقاصد على التلاتة حصل درب الترافين بيكي حصل درب يكي او زي ما اناuli انا ادربتوهم على طول ضروفين بيكي سواي الوساطين ممكن انتت تختصر وبعدين تدرب. انا دربته وبعدين هاختصر. شغال يعني المهم أسامة الطلافين على عشرة طلع 3 سينا التي سيئ 30 مقص طلع الصاد لعدها 30 مقص 3 سينا كمة الانبساطة اللي في الدنيا طبعا لأن الصاد دالة في صينا فمكن نرجحها لأصلها في قانون المساحة مثل مساحه المستطيع اللي كانت صينا في صاد مش هتبقى صينا في الصاد هتبقى صينا في 30 مقص 3 سينا بقت المساحة كلها مية واحدة يعني بالرياضة دالة في متغير واحد هو الصينا يعني هذه المساحة زي ما انت شاف كده 37 سين مقص 30 سين تربيع هو ده ازل طولة بالحقيقة هو ده حلم حياتي ان انا يكون عندي المساحة جنبها سينات اقدر افضلها اشتقها بالنسبة لسين طب ليه حالك ما اشتقنهاش من الاول بالنسبة للزمن ما هيش مسألة معدلات زمنية ما هيش اوجد معدل تغير الطول لسمه سين بالنسبة للزمن ما هيش ظل الرجل على الارض مش مسألة معدلات اصلا استحالك بتلخبط في المسائل بتاعت المعدلات ومسائل بتاعت السلوك جيش جاب مسائل معدلات للسلوك يبقى انا ما بحلش مسائل انا لو حليت خمس مسائل معدلات وخمسة سلوك بمجالب النظر الارض دي ايه دي ايه مش شبه بعض خالص هم كلهم مسائل وبوكلام مستطيل ومنحرف واستوانة بس مش معنى انها كلام انها تبقى شبهة تانية المهم هاشتقن بالنسبة لسين تبقى تلاتين مع ستة سين اخدها صفارها صفارها فين لا هساويها بصف ويطلع للسين بتساوي خمسة جبت السين عاوب في العلاقة اللي فيها سين وصاد جبت السين بخمستاشر تبقى اكبر مساحة عندما يكون الطول بخمسة طول بخمستاشر والعب بخمسة وتصبح المساحة ما تنساش هو كان عايز اكبر مساحة تطلع بكزا فالتعرفته اكبر مساحة لما الطول بكزا والعب بكزا واحد بخمسة والتاني بخمستاشر اذا تصبح مساحة قيمة عظمى عندما تكون خمستاشر في خمسة يعني خمسة وسلين مش صعبة المسائل دي لكن لسه هنتمرن على مسائل تانية كلها مسائل متوقعة ان شاء الله في امتحان 2013 اشتركوا في القناة